السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أستمع لحلقة من سلسلة اسمها ملوك الإسلام للأخ نايف الجعويني لعلني أفضت الاسم بشكل صحيح وخطأ لا أدري استمعت لعدة حلقات الحقيقة لنفس الشخص من قناته نايف لجعويني الجعويني مربما أنا كإعلامي مسيس قرأت التاريخ وفهمت حركة التاريخ السياسية والدينية والثقافية بإمكاني أن أقول بكل وساطة وأحذر من الاستماع لهذه القناة المسمىت ملوك الإسلام كنت أستمع سلسلة ملوك الإسلام الحلقة واحدة وعشرين نكبة البرامجة نكبة البرامجة لكنه لم يتحدث عن بني أمية ونكبته مثلا لا أدري إن كان هذا الشاب هواه شيعي أم هو شيعي أم هو يعمل بطريقة ذكية لصالح الخط الشيعي عبر التاريخ لأن هذا الشاب الوسيم صاحب الشخصية المحببة واللظيفة والشاذبة يبدو أنه اختير بعناية ويعتمد على كتب أبن كثير ولكن يختار مما قاله أبن كثير أنتقاط السوداء في تاريخ ملوك العرب والإسلام ويقول هذا ما قاله أبن كثير هذه الأدلة هذه البراهين لا أتي بشيء من عندي خطير هذا الشاب خطيرة هذه القناة حقيقة لا ينقص تاريخ الإسلام مزيد من المشوهين والمتلاعبين لا ينقص هذه الأمة مزيد من الغدر ومزيد من التزوير ومزيد من الاختيار المبرمج الممنهج الذي يهدف إلى خدمة أعداء الأمة والطعن في تاريخ هذه الأمة وتاريخ ملوكها وزعمائها ودينها وثقافتها للأسف لا ينقص أنا الحقيقة كنت أتمنى على الجهات المعنية بمراقبة المواد المنشورة أن تلتفت بهذا الأمر لأنه أمر خطير أوقفوا عدة قرارات في السابق كانت تقوم بنشر الكذب أو نشر الترهات أو نشر مواد غير أخلاقية وبالتالي من حق مزارات الإعلام أن تحرص على تاريخ ملوك الإسلام وتاريخ الإسلام وزعماء الإسلام وتاريخ المسلمين وفاء للدماء التي أريقت وفاء للفتوحات العظيمة والإنجازات العظيمة التي حققها أجدادنا ملوك الإسلام أن يتوقف هؤلاء عند هذه الظاهرة وأن يقوموا بواجباتهم في لجم كل من يريد أن يتلاعب بتاريخ الإسلام للأسف الشديد أن الأمة كل الأمة كل الدول العربية وغير العربية كل يقرأ تاريخا مجتزئا له علاقة ببلده الصغير يعني كل بلد لديها منهج في التاريخ على حجمها لا يوجد بلد تدرس الطلاب تاريخ المنطقة أو تاريخ العالم وهذا هو المطلوب حتى تفهم الحركة المستدامة للسياسة وصراع الثقافي والديني وما إلى هنالك للأسف الشديد لا نقرأ تاريخنا ولذلك يسهل أن يضعوا لنا السم في الدسم ويسهل أن نأخذ التاريخ من مصادر غير موثوقة ويسهل أن يغدروا بنا ويخدعونا ويضللون عقولنا يسهل عليهم ذلك للأسف الشديد أنا أدعو لمنهج تاريخ تقوم الجامعة العربية بالإشراف عليه لكي يدرس لكل مدارس الوطن العربي إذا كنا وطنا عربيا وإذا كنا أصحاب مصير واحد وتاريخ واحد ومستقبل واحد وهذه الحقيقة وما لم يدرس الرأي العام التاريخ العربي والإسلامي الشمولي العام ويضع في أذهان الطلاب هذه الحقائق الدامغة عن تاريخنا بما فيه من إيجابيات وسلبيات من يعمل يخطئ ولكن أن يأتي من يصطاد هذه الأخطاء ويبرمجها على أنها هي التاريخ وهي وحدها التاريخ وهي حصرا التاريخ فهذا مدسوس وخطير حتى وإن كان يستند لنا كتب من كثير أو غير من كثير من أئمة العلم في تاريخ العرب والمسلمين للأسف الشديد هؤلاء الأئمة الذين كانوا يعني شرفاء في نقلهم ودقيقين ويتبعون مناهج علمية حقيقية في نقل التاريخ وكتابة التاريخ ونقل الوقائع كانوا ينقلون ينقلون وينقلون أحيانا روايات متماقضة ولكن للأمانة العلمية ينقلون الرواية والرواية النقيضة فيأتي أمثال الأخ لا أدري اسمه ويأخذ الرواية النقيضة مثلا يختار ما يناسب التوجه العام الرؤية التي يريدها هذه الرؤية للأسف واضحة بأنها رؤية مدسوسة أنا أحذر ليس فقط من الأخنايف ولكن أحذر من كثر يتراعبون بالتاريخ هناك أصوات تأتينا أحيانا من مصر مثل فؤاد زيدان أصوات تأتينا من دول عربية أخرى للأسف الشديد أصوات مشبوهة تريد أن تزور التاريخ بطريقة ذكية وخادعة وتنطلع على الناس البسطاء والعاديين خصوصا هؤلاء الذين لم يقرأوا التاريخ من قبل خصوصا هؤلاء الذين لم يتعلموا التاريخ في مدارسهم كما هو الحال في كل دول العالم هؤلاء الذين لا يوجد لديهم إعلام عربي يقدم لنا التاريخ بطريقة مبسطة على حلقات أو يقدمه في مستسلات وبرامج حتى البرامج والمستسلات التي دفعت عليها ملايين الدولارات من أجل الإنتاج للأسف الشديد كان يجرف عليها في الغالب أبناء الأقليات يضعون النصوص وينفذون العمل ويقبضون المال وهم يزورون التاريخ ويضعون بصمات مشبوهة بين السطور أو في السطور نفسها للأسف الشديد أنا أدعو وزارات المختصة في العالم العربي الخريصة على تاريخنا وعلى أمجادنا وعلى إنجازات هذه الأمة التي نازل العالم كله يخشى منها ومن عودتها ولذلك يشن علينا كل هذه الحروب الاستباقية أدعو هؤلاء المعنيين والمختصين والمسؤولين للانتباه لما ينشر في وسائل الإعلام من هذا أو ذاك سواء كان تصرفا شخصيا أو تصرفا مربوطا بجهة ممولة ومبرمجة ولها رؤية معادية للأمة ومصالح الأمة وإلا لو بقيت الأمور هكذا لا مدارس تقدم لنا التاريخ ولا إعلام يقدم لنا التاريخ ونعتمد على السوشال ميديا في أن نفهم ما الذي حصل في تاريخ الإسلام والمسلمين لبقية الأمور فضفاضة وتشوهت العقول وأصبحت إمكانية الاعتزاز بالأمة ضعيفة الاعتزاز باللغة العربية ضعيفة الاعتزاز بالإسلام ضعيف وهذا مدمر هذا مدمر لأن الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأمة من نظام الملالي في إيران والإخوان المسلمين وإسرائيل برعاية غربية وإدارة غربية وتمويل غربي وحماية غربية هذه الهجمة أنا لطالما أسميتها الحرب الصربية رقب 14 لأننا تعرضنا في تاريخنا لثلاثة عشر حملة صريبية مكشوفة وواضحة هذه الحملة لعلها منسجمة أكثر مع متطلبات العصر هي حملة ديجيتال حملة عصرية يستخدم فيها وسائل وأسليب عصرية كأسلوب هذا الشاب الوسيم اللبق الجذاب الذي ينتقي ما يخدم الرؤية المعادية للأمة من صفحات التاريخ ويريد لنا أن نفهم أن هذا هو التاريخ لا يا سيدي ليس هذا هو التاريخ هذه ربما صفحات من التاريخ نقاط صوداء من التاريخ عليك أن ترى صفحة البغضاء لا أن تركز فقط على النقطة السوداء في الصفحة البغضاء إذا أردت أن تشرح لنا التاريخ وتقدم لنا التاريخ فأنت أهل لهذا وأهلا وسهلا بك ولكن قدم لنا المادة بشكل موضوعي انظر بالعينين الاثنتين واسمع بالأذنين الاثنتين وكن موضوعيا في نقل السلبي والإيجابي لا تركز فقط على السلبي وتقول هذا ما يقوله ابن كثير أنت كذاب ومنافق في اختيارك لقول على قول وفي انتقاءك لصفحة على صفحة وفي عدم التوضيح للناس بأن ابن كثير نقل كل الروايات المع والضد وكان موضوعيا وكان فعلا ابن كثير صاحب فكرة وتنفيذ الرأي والرأي الآخر لا قناة الجزيرة الرأي والرأي الآخر كان عند المؤرخ ابن كثير وعند الذهبي وعند كل المؤرخين في تاريخ الإسلام لأننا كنا دولة عظيمة ولدينا علماء عظماء وبالتالي من الطبيعي أن يحملوا هذه المناقب وهذه الصفات ولذلك لا تكذب علينا باسم ابن كثير وأرجو الانتباه والتنبه للرأي العام وللمسؤولين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته